دكتور زاكر كان الغرض من إنشاء الكنيسة القطية هو خلق جنة على الأرض كانت تلك طريقة اندماج المعتقدات الدينية للعصور الوسطى مع المعتقدات الكلاسيكية لتشكل ما يسمى بالأفلاطونية الحديثة والتي سمحت بالكنيسة بأن تشكل مجموعة من الرموز دكتور هاريس كان يتم تفسير الضوء على أنه أقل العناصر المادية مما خلقه الله على الأرض ضمن الأمور التي نصادفها عن التفكير في الخلق فهو فصل الضوء عن الظلام لينتج الضوء إنها لحظة أصيلة لذلك يعد الضوء أقل الأمور مادية وأكثرها تعاليا نتحدث عن تشبيه للنور الألهي أي نور الرب وكان هذا التشبيه شائع في العصور الوسطى دكتور زاكر إن الضوء عادم الوزن وجميل وهو أفضل تشبيه يمكن أن يسمح للإنسان بتصور العالم الأخروي دكتور هاريس إذن أصبح السماح لأكبر قدر من الضوء بالعبور إلى الكنيسة أولوية لدى المعماريين القطيين وإحدى الطرق التي أصبحت ذلك فيها ممكنا هو استخدام الدعامة الزافرة وهي دعامة مقوسة لمقاومة الضغط الخارجي على حائط وتسمى بقوس الركيزة حيث كانت نوافذ الكنيسة الرومانسكية ثقوبا أي مساحات محاطة بجدار ما حدث في عمارة الكنيسة القطية هو بروز الهيكل الداعم خارج الكنيسة عن طريق استخدام الدعامة التي تحمل المبنى لكنها تسمح بفتح الجدران بشكل كامل تقريبا دكتور زاكر وتكمن إحدى المشاكل في أنه بينما كان يمكن وضع وزن القبوات الحجرية الضخمة على دعامات ضخمة داخل الكنيسة يمكن لهذه الدعامات أن تكون سميكة بحيث تشكل جدارا دكتور هاريس وهذا ما نشاهده في الكنائس الرومانسكية دكتور زاكر هذا صحيح بالطبع كانت الجدران ذاتها داعمة وبالتالي لم يكن من الممكن فتحها وكانت النوفة صغيرة جدا ولم يكن التركيز عليها لذلك كانت الكنائس معتمة وتتمثل المشكلة الأخرى في أن الوزن ليس للأسفل مباشرة بل للخارج في هذه الحالة سمحت الدعامات الزافرة بتوزيع الوزن بحيث يتوزع للخارج ثم ينزل للأسفل دكتور هاريس ما يحدث هو أن السقوى الثقيل الذي يحتوي على حنيات القبوات ذو ثقل للأسفل وإلى الخارج أيضا دكتور زاكر هذا صحيح دكتور هاريس وبالتالي تنقل الدعامات الزافرة الوزن الجانبي إلى خارج الكنيسة مما يسمح بفتح مساحات في الجدران بين هذه الدعامات دكتور زاكر عند استحضار تاريخ الدعامات الزافرة فقد كانت متينة في البداية ثم أصبحت أكثر رفعا عندما أصبحت الهندسة المعمارية أكثر إتقانا ذلك لأن الدعامات الزافرة الرفيعة الموجودة بالخارج يمكنها حجب ضوء الشمس عن النوافذ الزجاجية الملونة كانت الفكرة هي جعل هذه الدعامات رفيعة بقدر الإمكان وهذا لفتح هذه الجدران الحجرية الضخمة للسماح للضوء بالدخول دكتور هاريس وبالاستناد إلى النسب الرياضية نعلم أن معمري كنيسة الشارتر استخدم قسما ذهبيا من الواضح أنه لم يفكر بعدد الأجزاء بل بالتناغم بين الأجزاء وهذا التناغم هو إنعكاس لتناغم الكون كما خلقه الله دكتور زاكر هذه فكرة قديمة جدا فيكون العودة إلى أفكار الفيلسوف في ثاغورث وفي النهاية يمكن رؤية هذه الفكرة كجزء من الأفلاطونية المحدثة إذن كان التناغم والنسبة والتناسب المثالي طريقة لملامسة الكمال المثالي للعالم السماوي لإرادة الله كنيسة الشارتر كالعديد من الكنيسة المسيحية مبنية على تخطيط المباني الرومانية القديمة العامة في الأساس لكن الكنيسة المسيحية كانت ذاتها ياكل صليبية أي على شكل صليب عن طريق إضافة جناح للكنيسة يتقاطع مباشرة مع صحن الكنيسة وكذلك كانت كنيسة شارتر دكتور هاريس الكنيسة الرومانسكية التي بنيت في شارتر كانت تستند في الهيكل إلى عدم وجود جناح للكنيسة حيث تمت إضافتها عند إعادة بنائها بعد الحريق للسماح باستيعاب عدد أكبر من الزوار الذين قدموا إلى الكنيسة لمشاهدة بقايا رداء السيدة مريم بالتحديد دكتور ذاكر كان من يحضر من الحجيج ويدخل إلى الكنيسة ويسير حول الممرات الخارجة يدور حول الجزء الخلفي من مكان الجوقة ويخرج المقدمة مرة أخرى دون الحاجة إلى العبور أمام المدبح دكتور هاريس أو يدخل ثم يخرج منه كانت وظيفة جناح الكنيسة هو تزويد مدخل إضافي لزوار الكنيسة ننظر الآن عبر جناح الكنيسة وخلال الممرات وما نراه هو النوافذ الوردية الكبيرة لجناح الكنيسة الشمالي والنوافذ الرمحية نوافذ طويلة ضيقة يعلوها عقد الرمحي في الأسفل لكن ننتقل بالنظر حول الزجاج الملون مباشرة الذي ينشر ضوءا ملونا على أجزاء محيطة دكتور زاكر لقد تحدثت عن وجود خمس نوافذ الرمحية في تلك الصفوف الضخمة في الجناح الشمالي لم تكن تلك كافية بل توجد أربعة نوافذ داخل المناطق المتبقية لقد تم فتح جميع المساحات التي يمكن فتحها مهما كانت صغيرة وترتبط النوافذ الوردية الشمالية بالمنحوتات الموجودة في الخارج وفي مركز الوردة يوجد تصوير لسيدة مريم وطفلها وهي محاطة بأربع حمامات ويعلوه أربعة تيجان وأربعة ملائكة وفي الخارج توجد تصوير لملوك مملكة يهوذة في أشكال الماسية وقد اعتقد أنهم أسلف السيدة مريم وخلفهم يوجد 12 من الأنبياء الفرعيين دكتور هاريس وتكمن فكرة هذه التصوير في أن هذه الخطة الأولى للرب من أجل البشرية وهي إنقاذ البشرية بوسطة إرسال الأنبياء وأسلاف السيدة مريم والسيد المسيح منذ بداية الخلق لذلك لا تزال الكنيسة أداة للتعليم دكتور زاكر لنسير أسفل النافذة الوردية ونتجها إلى الجزء الخارجي من الجزء الشمالي من جناح الكنيسة ننظر الآن إلى الجناح الشمالي لكنيسة الشارتر الذي يبرز بشكل جميل عن الكنيسة دكتور هاريس إنه عبارة عن رواق طويل أو مدخل إلى الكنيسة ويمكن تخيل عدد من الناس يتجمعون هنا دكتور زاكر إنه كبير بشكل كافي بحيث يبدو كأنه كنيسة بذاته الجزء الخارجي لواجهات العقد المزخرفة مرتبطة مباشرة بواجهات العقد الداخلية إنها تعرض تصويرا ليد الله كخالق وتصويرا لما يخلقه دكتور هاريس أي أن الله يعطي الأمر فيتم خلق الطائر دكتور زاكر وفي أسفل الجانب الأيسر يتساءل الإله وفي داخل التصوير توجد المياه واليابسة بشكل منفصل كما ورد في صفحة الأولى من سفر التكوين دكتور هاريس بعد ذلك يخلق له آدم وحواء ويبدو مراعيا أكثر عند خلقهما وقد يبدو قلقا أكثر حسب ما أعتقد أنا كدكتور زاكر دكتور زاكر أعتقد أن هذا صحيح هذه البوابة بأكملها مكرسة لتصوير أحداث قبل قدوم المسيح دكتور هاريس هذا صحيح مع التركيز على السيدة مريم التي يتم تتوجها في الجنة بوسطة المسيح في مشاهد سطح القوسارة الغائر دكتور زاكر عند البدي من الأسفل عند العمود الذي يفصل البابين يمكن رؤية والدة السيدة مريم والسيدة مريم طفلة بين ذراعيها وفي الأعلى ننتقل إلى نهاية حياتها ورقادها ثم إلى صعودها إلى السماء بعد ذلك توجد مشاهد الترحيب بها ومبركتها في الجنة بوسطة ابنها المسيح دكتور هاريس هذا صحيح وعلى محيط الأبواب توجد تصاوير لشخصيات تبدو مختلفة عن التصاوير الموجودة على الواجهة الغربية فقد تم بناؤها بعد الحريق بحيث تبدو ذات سيمات قطية تقليدية تم تصوير لداء ذو حجم ولا تبدو الأجساد طويلة والأهم من ذلك تبدو الشخصية ذات ارتباط عاطفي ببعضها البعض على الرغم من موجود قصة للمشهد لا تنتقل هذه الشخصيات الواقعة بل يبدو أنها مندمجة فيه دكتور زاكر إنها تجسد الدور مقارنة بالشخصيات التي تبدو فوقية تماما الموجودة في الجزء الغربي إنها تصاوير تماثيل تعود للقرن الثالث عشر معاكسة لتلك التي تعود للقرن الثاني عشر دكتور هاريس هذا صحيح إنهم من اليسار اليمين ملكي صادق وإبراهيم دكتور زاكر ويمكن رأيات إسحاق الصغير أمام إبراهيم دكتور هاريس وربما ينظر إبراهيم إلى أعلى نحو الملاك الذي سيقف عن ذبح ابنه ثم ينتقل إلى موسى وصموئيل وداود دكتور زاكر وإلى اليمين نرى أشعياء وأرمية وشمعون ويوحن المعمدان ثم يتلهم القديس بطرس الذي يحمل مفاتيح المملكة دكتور زاكر إنهم أنبياء وفقا للمعتقدات الكاثركية فقد تنبه هؤلاء الأنبياء بقدوم المسيح دكتور هاريس هذا صحيح وننتهي عند القديس بطرس المؤسس ننظر إلى وجوههم الآن حيث تبدو أكثر تمييزا عن وجوه التي شهدناها على البوابس الجنوبية إنه أكثر عاطفية أنظر الآن بشكل خاص إلى القديس يوحن المعمدان الذي يبدو مندمجا مع الناظر بينما ينظر باتجاه الأسفل شكرا للمشاهدة